شهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير فعليات حفل تخريج الدفعة الثالثة لمدرسة السويد للتكنولوجيا التطبيقية برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات البارزة في قطاعات الصناعة والتعليم والعمل وأكد الوزير على أهمية المدارس التكنولوجية في دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال تجهيز العنصر البشري بأحدث المعارف والمهارات التكنولوجية المتبقة عالميا أشر الوزير إلى خطة النهوض بالصناعة المصرية التي تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية مؤكدا أن القطاع الصناعي يسهم حاليا بنسبة 16% من النتج المحلي الإجمالية ومن المستهدف زيادته إلى 20% خلال الفترة القادمة